مرحبا معكم عدنال عبدالله من قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا حيث المحتوى الرياضي منطلق معكم في أول حلقات برنامج تحت المجهر والحديث هنا كيف تطور فينيسيوس جونيور ليصبح بهذا الإبهار فينيسيوس بحلة جديدة إنه يلعب ضدنا كانت الشرارة في انطلاق تحول البرازيلي الصغير فينيسيوس جونيور لمستوياته الكبيرة حينما حرض بنزيمة زميله مندي بين شوطي مباراة منشلة باخ في دور الأبطال العام الماضي قاصدا جونيور في كلامه من بعدها وكأن فصلا جديدا قد اختلف في حياة جونيور بعدها تحول من منبوذ إلى عريس حيث فاجأ النجم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الجميع بتقديمه مستويات مذهلة في ختام الموسم الماضي بشكل مميز خلال مواجهتي ليفربول الإنجليزي في دور ربع نهائي دور أبطال أوروبا ولقاء برشلونة في الكلاسيكو بالدور الإسباني الموسم الماضي فينيسيوس بدأ الموسم وهو بدين لهازارد في تشكيلة أنشلوتي لكنه استطاع أن يكسب ثقة كارلو والجماهير بالمستويات الكبيرة التي ظهر عليها في افتتاح الموسم وفي هذا الفيديو سنتحدث عن أسباب تطور مستوى فينيسيوس جونيور وخصوصا أمام المرمى لنبدأ بإحصائيات فينيسيوس بالموسم الماضي في الدور الإسباني لعب 35 مباراة سجل ثلاثة أهداف بمعدل 0.09 هدف لكل مباراة 1.1 تسديد لكل مباراة إحصائيات فينيسيوس بالموسم الحالي في الدور الإسباني لعب 9 مباريات سجل خمسة أهداف بمعدل 0.5 هدف لكل مباراة 2.6 تسديد لكل مباراة شاهد الفرق الكبير بين الموسم الماضي والموسم الحالي رغم عدد المباريات الفارقة بعد المباراة ضد ليفانتي والتي تألق فيها جونيور وسجل هدفين تحدث كارلو أنشيلوتي عن تركيز البرازيلي ومستواه قائلا فينيسيوس جيد جدا في المواقف الفردية أما بالنسبة لتسجيل الأهداف فقد أخبرته أن من النادر أن تسجل بعد لمس الكرة خمس أو ست لمسات للتسجيل تحتاج إلى لمسة واحدة أو ربما اثنتين كحد أقصى يجب أن تكون داخل الصندوق دعونا نتطرق هل ما قاله أنشيلوتي صحيح؟ وجدت البيانات المأخوذة من موقع البريمير ليغ رسمي أن 88% من الأهداف التي تم تسجيلها في الموسم الماضي تم استسجيلها داخل منطقة الجزاء في دراسة أجريت لمقارنة الأهداف من الدور الإسباني والإنجليزي والإيطالي من عام 2004 حتى 2009 82% من الأهداف داخل منطقة الجزاء بعد ذلك سجل جونيور أربعة أهداف في أربع مباريات من الدور الإسباني وهو بالفعل مساوي لأعلى حصيلة للأهداف على الإطلاق في موسم كامل تم تسجيل جميع الأهداف الأربع داخل منطقة الجزاء جميع الأهداف الأربع كانت بلمستين أو أقل ليحقق بذلك منقولة كارلو أنشلوتي نقاط تطور جونيور والتي تم دراستها على أول أربع مباريات هذا الموسم التسديد جاءت الأهداف كنتيجة للتغيرات الواضحة في لعب فينيسيوس أمام المرمى بشكل أكثر جدية مقارنة بالموسم الماضي ارتفع حجم تسديدات فينيسيوس على المرمى بشكل أكثر لقد حقق متوسط تسديدتين إضافيتين لكل مباراة ومتوسط 2.5 تسديدات إضافية على المرمى لكل مباراة قطع المسافات لقد قلل فينيسيوس عدد المسافات التي يقطعها حاملا للكرة بمقدار سالب 2.6 ياردا مقارنة بالموسم الماضي وبنسبة سالب 6.3 ياردا منذ موسم 2018 2019 عندما لعب لأول مرة مع ريال مدريد وحقق مقولة أنشلوتي مرة أخرى كلما اقتربت من الهدف كانت فرصة التسجيل أفضل التمركز في الثلث الأخير من الملعب يبدأ في أعلى خط في الملعب وهو الهجوم ويضع نفسه على خط مدافعي الخصوم تحسن التحركات ولمسات جونيور في الثلث الأخير من الملعب ليزداد بمعدل سبع لمسات أخرى في الثلث الأخير لكل مباراة أي بمعدل 21% مقارنة بالعام الماضي خريطة تحركات فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد وشختار في الجولة الثالثة من دور أبطال أوروبا وريال مدريد وبرشلونة في المباراة الماضية من الكلاسيكو توضح النقاط السابقة من حيث اللمسات في الثلث الملعب الأخير وقطع المسافات بالكرة بشكل أقصر والتسديد التعديلات الدقيقة على أسلوب لعبه مقرونا بالعمل الذي تم إنجازه في خلال فترة الاستعداد للموسم الرياضي فقد عمل على جسده وتكوين بنية جسمانية قوية كما ركز على العمل الذهني الذي تم إنجازه مع طبيب نفساني عينه جونيور ليطور من مهارات تركيزه في الملعب حيث صرح الإعلامي الإسباني سانشيز في برنامج الشهير الشيريغينتو عن هذا الموضوع بالتالي فإن فينيسيوس وجد أخيرا المكونات الضرورية لإنهاء مشاكله في تسجيل الأهداف برأيكم هل من الممكن أن نرى فينيسيوس يوما ما يحمل الكرة الذهبية وأن يصبح اللاعب الأول في العالم دعونا نقرأ توقعاتكم في خانة التعليقات دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر